شملت أحكام الحبس الاحتياطي إلى شهرين ثمانية ناشطين في منظمة جرين بيس بتهمة القرصنة قرار الحبس اتخذته محكمة مورماسك شمال غرب روسيا مساء الخميس بعد أن كانت قد نطقت بنفس الحكم في صباح نفس اليوم ضد ناشطين آخرين يصل عدد المحبوسين إلى عشرة القائمة مرشحة للارتفاع بعد أن قسمت المحكمة المعتقلين 30 إلى 3 مجموعات المحكمة الروسية تبرر هذه الأحكام بتطبيق القانون الروسي في حق القرصنة ناشطين جرين بيس نددوا بهذه الأحكام وعتبروها مبالغ فيها المعتقل رومان دولغوف يقول استخدام الأسلحة أو التهديد باستخدام الأسلحة إنها تهمة سخيفة تماما جرين بيس منظمة غير عنفة وسلمية لا أحد في العالم صنفها بإجرامية أو إرهابية أو متطرفة المحكمة الروسية التي تبرر هذه الأحكام بتطبيق القانون الروسي في حق القرصنة كانت قد أعلنت أنها لم تصدر أحكام إطلاق صراح مشروط في انتظار استكمال التحقيق لأنها لا تستبعد مغادرة ناشطين لروسيا وعدم تطبيق الأحكام في هذه القضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر